أهلا بكم مشاهدين الكرام ونوه إلى هذا الخبر العاجل حيث تلقى دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالا هاتفيا من عبدالله بوحبيب وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اللبنانية الشقيقة حيث تناول الجانبان آخر التطورات المتعلقة بالأوضاع في لبنان والجهود المبدولة لاحتواء الوضع المتدهوري الذي تشهده المنطقة واستعرض الوزير عبد العاطي خلال الاتصال المساعي المصرية الحثيثة لسرعة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإقرار للتهدئة مؤكدا على ضرورة العمل على تخفيف حدة التوتر المتصاعد في هذه المرحلة الدقيقة لمنع استدراج المنطقة لحرب واسعة ستؤدي لتدعيات بلغة الخطورة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين وستلقي بضلالها على استقرار المنطقة هذا وأدانا الدكتور عبد العاطي مجددا قيام الجيش الإسرائيلي بتعمل استهداف مواقع وتجهيزات تابعة لقوات اليونفل في جنوب لبنان كما شدد وزير الخارجية على موقف مصر الدعم لتمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني الشقيق لتحقيق الاستقرار في لبنان وذلك بالتوازي مع ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكافة عناصره هذا وأكد أيضا على حرص مصر على استمرار تقديم كافة أشكال الدعم للبنان الشقيقة في ظل ظرف الحرج الراهن الذي كان آخره وصول شحنة جديدة من المساعدات الإغاثية المصرية إلى بيروت يوم 16 من أكتوبر 2024 التي تضمنت 22 طن من المواد الغذائية ومستلزمات الإعاشة اللازمة لتوفير سبل العيش والتخفيف عن كاهل النازحين يتصل بذلك إجمالي المساعدات الإغاثية التي أرسلتها مصر لدعم الحكومة والشعب اللبناني شقيق حتى الآن إلى 44 طن من المساعدات اشتركوا في القناة